النهاردة زي ما قلت لحضراتكم الفرحة فرحتين من حق جماهير النادي الاهلي ان هي تفرح ومن حق ادارة النادي الاهلي ان هي تفرح لان النجاح في ضم صفقة بحجم امام عشور في التوقيت الحالي انجاز كبير البعض يقول لي انجاز ليه اقول لحضرتك لان امام عشور مش لعب صغير صغير في السن لكن لعب موهوب وايامه جاية ده فيديو اللي قدمه النادي الاهلي النهاردة لامام عشور بداية من دخوله للنادي وغرف خلع الملابس ثم لاستاذ القاهرة زي ما حضراتكم شايفين اللي بيحتضن طبعا معظم المباريات وبعد كده كمان عندنا هتلاقي امام عشور في اماكن اخرى الفيديو ده الناس كانت منتظرها سواء اللي كان بيشكك في انتقال امام عشور للنادي الاهلي او اللي كان منتظر قدوم امام عشور الى القلعة الحمراء ما بين مشكك وما بين منتظر كان الفيديو اللي خرج به النادي الاهلي النهاردة بيضع حد فاصل لقصص كتيرة جدا اثيرت حول امام عشور خلال الفترة القليلة جدا السابقة ما بين اصابة امام عشور وانه هي ممكن تكون عائق من انتقاله الى النادي الاهلي واللي خرج دكتور محمد ابو العيلة طبيب المنتخب ونفى وقال قولا واحدا امام عشور مفيش حاجة عنده امام عشور بيتعافى امام عشور موجود في الملعب امام اللي قرب منه تمام خلاص ده اوليو الى داخل ادي طبعا خلاص ارتدى علامة النادي الاهلي الناس فالناس كلها زي ما قلت لحضراتكم كانت في انتظار هذا الفيديو عشان يبقى فيه حد فاصل لما بين مشكك وما بين منتظر المنتظر فاز على المشكل اصبح امام عشور لاعبا رسميا في صفوف القلع الحمراء لمدة خمس سنوات قادمة مبروك للنادي الاهلي مبروك لجماهير النادي الاهلي وعاوز اقول كلمتين ما حدش يزعل النادي الزمالك لا يتوقف وعمره يعني سواء الاهلي او الزمالك مش هتوقفوا على لعب ينتقل من هنا الهين وياما ياما لعبين انتقلوا من الزمالك الى الاهلي وارتدوا تشيرت نادي الاهلي وتشيرت نادي الزمالك سواء كان من الزمالك للاهلي زي كابتن رضا عبدالعال البداية او من الاهلي للزمالك كابتن حسام حسن وكابتن محمد عبدالجليل ثلاثة من يعني من اساطير القرى في مصر كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن وكابتن عبدالجليل اللاعب الحريف وصديق وغيره واسماء كتيرة يعني مش هنقعد نعدد لكن ده موجود لكن لما بيكون الانتقال من قلعة زي الزمالك او الاهلي متبادلة ده اللي بيخلي الناس كلها تتحدث الناس كلها تتكلم لان انت بتتكلم عن الناديين الكبار في مصر او في الوطن العربي اهلي زمالك زمالك اهلي فالنهار ده جمهير الاهلي فرحانة جمهير الزمالك زعلانة ولا حق تزعل لان امام عشور مش تلعب صغير امام عشور قادم وايامه جاية واسنينه جاية وحيكون من قوام المنتخب الرئيسي وشوفناه في كاس الامم الافريقية في اكثر من مركز لعب وكان ما شاء الله فامام لعب كبير لكن لما تسألني انا عن رأيي الشخصي اقولك اتمنى ان باب الاحتراف الخارجة هو اللي يبقى مفتوح اتمنى ان الاقي محمد صلاح والننة وتريزيجي ولاقي قبلهم المحمدي ولاقي الاسماء تمام الكبيرة جدا اللي موجود هم الصفى محمد وغيرهم اللي موجودين في الدوريات الاوروبية ألاقي امام عشور ألاقي عبد المنعم ألاقي كهربا ألاقي أسامة فيصل ألاقي اللعبين الصغار اللي طالعين احمد عيد تمام ألاقي اسماء كتير طالعة سواء من اهلي زمانك من اسماعيلي من مصر كل الاندارة المصرية من drifting ألاقي الناس دي موجودة في الدوريات الاوروبية لأن ده اللي حيعمل زخم حيعمل تطوير لكرة القدم في مصر لكن طول ما احنا الفكر بتاعنا وثقافة اللاعب المصري الأهل والحبايب والجران والسهر والقعدة في مصر نفسي الفكر ده يتغير الفترة اللي جاي